وإيلون ماسك يطلق مشروعا لدمج الأدمغة بالكمبيوترات قد يعزز ذاكرتك وتفقيرك هو الخبر الثالث من الأخبار الخاصة كشف رجل العمال والمخترع إيلون ماسك خطته الجورية القادمة وهي تأسير شركة نيرو رينك لدمج العقل البشري بأجهزة الكمبيوتر نتعرف عن الخبر أكثر إذ نشر رجل العمال الملياردير تغريدة على حسابه على موقع تويتر يعلن فيها على استعداده لإطلاق نيرو رينك وهو مشروع جديد ذكر صحيفة وولستريت جورنل أنه يسيركز على الرابط العصبي وفقا للتقرير فإن التكنولوجيا الجديدة يمكنها ربط العقول البشرية مع أجهزة الكمبيوتر دون اتصال مادي عن طريق زرع أقطاب كهربائية صغيرة في الدماغ ويمكن أن تعزز الذاكرة والقوى المعرفية من خلال دمج الذكاء البشري والإصطناعي بشكل فعال وقال ماسك في تغريدة له أن المزيد من التفاصيل حول نيرو لينك ستنشر في غدون إسبوع تقريبا وفي حديثه في مؤتمر عقد في وقت سابق من هذا العام أوضح مخاوفه التي تمحورت حول أن تقدم سريع في مجال الذكاء الإصطناعي يعني أن البشر سيتعين عليهم إما الاندماج مع الذكاء الإصطناعي أو أن يصبح بلا أهمية هم شكرا